مباراة الدير بغدا بين الفيصلة والوحدات بالتأكيد هناك تعليمات من الأمن العام لجمهور الفريقين للمباراة التي ستقام على أستاذ الأمير محمد نعم التقرير اللي قام بإعداده ومديرية الأمن العام ونشرته عبر السوشال ميديا يظهر موعيد الوصول اعتبارا من الساعة الرابعة بإمكان الجمهير الدخول في أي جهة ستكون جمهير الفيصلة جمهير الوحدات أي مدخل لكل المشجعين وكذلك الجهات الأخرى وكل أطراف العام نشوف هذا الفيديو بعدنا نبدأ حديثنا عن مباراة القمة فيديو من مديرية الأمن العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كان هذا الفيديو الذي نشرته مديرية الأمن العام عن تعليمات مباراة الغد بالنسبة للفيصلة والوحدات المباراة التي ستقام على السادة الأمير محمد في محافظة الزرقاء في تمام الساعة الثامنة الجمهور بإمكانه الدخول إلى أرضية الملعب اعتبارا من الساعة الرابعة قبل أربع ساعات من بداية المباراة لتسهيل دخول جمهور الفريقين كما شاهدنا جمهور الوحدات ستكون دخولها من البوابة رقم أربعة بينما دخول جمهور النادي الفيصل من البوابة رقم اثنين جمهور الفيصل سيكون على يمين المنصة وجمهور الوحدات على يسار المنصة كذلك بالنسبة للدرجة الأولى والدرجة الثانية مع 2700 و 2700 لكل درجة أولى لكل الفريقين و 1800 أيضا في الدرجة الثانية لكل فريق بالتساوي مع 75 تذكرة أيضا خاصة يمين وخاصة يسار وبالتأكيد الأسعار التذاكر حددت الدرجة الأولى أربع دنانير الدرجة الثانية ثلاث دنانير الدرجة الخاصة عشرة دنانير والتعليمات كانت واضحة للكل يلتزم لاحد يحضر إلى أرضية الملعب بدون تذكرة ويلتزم بالبوابة المخصصة لجمهير كل فريق نذكر الفيصل من بوابة رقم اثنين وجمهور الوحدات من بوابة رقم أربعة كابتن عماد خان كان وأنت المدرب السوري واللاعب الفذ السابق في الثمانينات خلينا نقول التسعينات والألفنات والألفنات بصراحة يعني هل ما نشاهد مرات من خروج عن النص في مباريات كرة القدم يحتاج هذا الشيء ولا ولا في مبالغة وانت في لك كلمة دامة كنت تحكيها بتقول انت بالأردن يعني محظوظين بمستوى التحكيم بكثير من المستويات وامورك جيدة في كرة القدم الأردنية فهل تستحق مثل هذا التوتر والتشنج شهاد عربي بي أسنع كابتن أنا بدي أحكي كلمة كلمة حق أنا أتمنى من جميع الأطراف الخارجي نحدى اليوم يعني يصطاد من ما يحكم الماء العكر وحداته فيصري شاء من شاء أبا من أبا من أجمل الكلاسيكو اللي بتصير أجمل الكلاسيكو ببلاد الشام هذا النقطة وسادس أفضل الكلاسيكو على المستويات الوطن العربي مغرب نعرف الرجاء البيضاوي الويدان البيضاوي أهلي زمالك اتحاد العاصمي السعودي موليد الظهران السعودي الهلال والنصر سادس هذا قولا واحد اليوم جمهورين الفريقين وحداته فيصري يعني علاقة واتيذنة بنشوف نحن مباراة المنتخب تأيهم صف إلى صف خلف منتخبهم بنشوف نحن علاقة اللاعبين أكثر من المميزين سواء على الصعيد الشخصي بالخلص ملعب أو على صعيد المنتخبات بنشوف اليوم علاقة الكوادر الإدارية والكوادر الفنية اللي بتروح بتشوفوا بيجيب بمقهر بكافيئ سهرانين مع بعض صح فبالتالي ما حدث صح نحن نتصرنا ونزعجنا وصار ولكن كعالم كرة القدم يحدث صح بوكا جونيورز ورغل البليت كل مباراة تتوقف صح وبيروحوا فيها فما حدث ننسى مباراة صارت والأحداث صارت مين الأخطاء مباراة راح وهذا الشيء طبيعي نحن شيء طبيعي يحدث بالكلاسيكو يصير نتيجة الشحن وهذا حلاوة الكلاسيكو اللي يكون فيه إسارة في ندية أنا بتمنى بكرة جمهور الفريقين اللي عودنا وحدات وفيسلي لعب مباراة كتير وأنا كنت أحد الأيام مدرب لفريق الوحدات وخسرنا مباراة نهاء الكأس مع فريق الفيسلي بالدقائق الأخيرة وطلعوا الجمهورين ومرسولوا طلين يعني وما فيه أي إزعاج وما فيه أي مشكل والفريق اللي أخذ الكأس تكرم ونحن فبالتالي يعني إسارة المباراة تكون بالمستوى الفني وبتجهة الفريقين البعيد كل البعض عن أي إساءة للجمهور الآخر كلام طيب من مدرب قدير بالتأكيد إحنا بنشد إيدنا على إيدكم ندعو تروح تشوف المباراة المباراة بتوقيت جيد الساعة الثمانية الأمور طيب إن شاء الله متعة للجميع في مباراة الكلاسيكو من المتوقع غدا بأن تكون المباراة بقيادة الحكم يعني خبر ما زال غير مؤكد عمر المعاني أحد أكثر الحكام ربما الآن ترشح لقيادة مباراة الفيسلي والوحدات بالتوفيق لكابتن عمر المعاني إذا كان عمر أو إذا كان أي حكم ثاني بتمنى له التوفيق في قيادة مباراة القمة بين الفيسلي والوحدات كابتن الآن أذهب فنيا لشغلك الفيسلي والوحدات هل وصلوا فنيا للجاهزية أبو تبين وأبدأ خلينا أبدأ بالفيصل عشان أعطيك الفرصة تتحدث باللي بالدكية تماما قبل ما أحكي دائما مباراة وحدات والفيصل فنيا لا تخضع لمعايير من كل منطقيين إسارة المباراة حساسية المباراة الضغط النفسي بيصير على اللاعبين أحيانا تزول الفوارق الفنية أو تميز الفريق على حساب الآخر من حيث المنطق فريق الفيسلي أجهز حافظ على هيكريته حافظ على مدربه القدير صراحة أنا شايف جمال أبو عابد من العام الماضي بالفتل الانتباه أشلوب لعب الفيسلي أكتر فريق أقنعنا بغض النظر أقنعني أنا شخصيا أنا أقنعنا بالفيسلي بأسلوب لعبه وبالطريقة اللي عم ينتهش فيها سواء الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية مقنع حافظ على هيكريته حافظ على الكابتن جمال أبو عابد وجهازه الفني نحنا منقول نوعا ما الفيسلي عمل إداري وفني عمل إداري وفني منشوف الفيسلي أجهز ولكن إذا منلاحظ نحنا اليوم الوحدات عفوا حتى إذا لاحظت مباراة الوحدات والفيسلي صارت ببطول القدس والكرام جميعنا شو كان حتى جمهور الوحدات كان يعتقد أن المباراة ستروح للمباراة سهلة على الفيسلي سهلة ولكن إحنا شفنا بالمباراة صار فيه تكافأ بالسيطرة كابتن مفاتيح القوة بالفيسلي إذا ما أراد التفوق غدا وإحنا نتحدث عن الفيسلي بداية بمجموعة مرعبة من اللاعبين الفيسلي عنده عنده فريق أساسي ودكة جهاز طبعا أنت لأشوف صيصة ميز مصاب صيصة تمام شنائنة مميز المهاجم الأنغولي بس البر حيغيبه عنده حالس حالت وفا حيكون العكش أيضا مميز أبو شعيرا مميز اليوم إحنا عم نشوف فيه ثبات ل رزق بنهاني مصغير منصوري بها عبد الرحمان في مدلاء زكريا اليوم جيد خال زكريا خال زكريا حال الدفاعية عنده فيه ثبات بالحال الدفاعية نشوف أنس من ياسين أبو الدهب عم نشوف اليوم سالم العجالين أو المحترفي الآخر اللي عم نشوف كلوب من الجهة اليوم يعني أنا شايف المجموعة تبيت الفيصري مجموعة متجانسة نوعا ما ومحافظة على هكريا اللي خاضوا فيها الموسم السابق وحققوا فيها بطولة الدولة ولكن كل هذا الكلام زي ما أنت تفضلت بنمسكوه بنعملوا ستوب لحد ما تبدأ المباراة كلاسيكو لما تبلش المباراة بلش حسابك بلزو طبعا نحن عم نحكي على الوراق ولكن بس تفوت المباراة ونشوف تجيع الفريقين وضغط المباراة وحماسية المباراة في كتير فوارق بتزول كابتل طيب نروح للوحدات الوحدات مع المدرب الجديد المدرب اللي بجوز كان مجهول بالنسبة أنه ولكن كان معروف على الوراق بأنه مدرب صاحب قدرات وللأمانة لمسنا دور المدرب صهر المجموعة بالرغم من أنها جديدة مع بعض مش من فترة طويلة في أسماء شابة في أسماء ربما البعض تكون لاعبين دك مع الوحدات كما يطلق عليهم ولكن لا شفنا الوحدات في شكل في روح في مضمون تماما مزيج كابتل اليوم من فريق الوحدات مزيج من لاعبين الشباب ومن اللاعبين يعني لنوعا ما عندهم خبرة أنا لاحظت أنه مدرب الوحدات إلى الآن ما نعرف إلى الآن إلى الآن أنا شايفه بباصة سيطرته على الساحة الفنية ما في أعتقد ما في تدخلات أنت تلاحظ أنت ضربات الجزاء مثلا فيه كان أختصاصي معين مأسم يروح غير لا اليوم شوكت أنا شايف اليوم في عنده فكر أنا حكيت بالمباراة السابقة اللي لعبوها مع الجليل كان يلعب بطريقة 4-2-3-1 تتحول إلى 3-4-3 ولكن ما نجحت معه بالشكل الأمسل لأنه للأسف شديد نحنا نرازل لاعبنا مش ماتي شعب مش ناضج الشيء الكافي اللي يتناسب مع عقيد هذا الملغب أعتقد نحنا عم نقول للآن حتى ما للآن عنده عنده شيء جيد أنا شفت في المباراة الأولى اللي خاضة ضد سحاب الدور العطالة الأظهرة مختلف عن الدور العطائيهم بمباراة حسين قربيت لا فراسي الباية ولا الناطول الدور العطالة شوكت بمباراة السحاب مختلف عن الدور العطالة بالمباراة مع حسين قربيت فبالتالي فكر المدرب دافت أنه المدرب عم يحاول دائما يستخرج من اللاعبين الأفضل ما عندهم عم يحاول شوف قدراتهم عم يحاول يتكيف معهم عم يحاول دائما يرتقي باللاعب يعني عم يحاول يرتقي باللاعب لمستوى مش هو عم ينزل لمستوى عم يحاول جيبهم لعنده ما بالتالي إن شاء الله نقول إن شاء الله تثبت نظريتنا كابتن ما المطلوب من مدرب الوحدات غدا هل هو مطلوب منه أنه ضغط عليه يعني أو السؤال بطريقة أخرى هل الضغط أكبر على مدرب الوحدات أو الوحدات أم على الفيصلي كيف سيدير مدرب الوحدات المواجهة لا كابتن شو المطلوب من المدرب كلا المدربين مطلوب لهم الفوز كلا المدربين وحدات وفيصلي مطلوب لهم لا بحكي عن نتيجة بحكي على الأداء يعني أنت لو مدرب الوحدات بكرة على الظروف اللي موجودة عندك من اللاعبين ومن خلال الفترة الماضية كيف رح تبدأ المباراة وكيف رح تدير المواجهة شوف يعني نحنا صحيح حكينا على التمييز تبع فريق الفيصلي باعتبار أنه في عندهم عامل إسجام وأيضاً الوحدات عندهم عناصر يعني عندهم اليوم عناصر اليوم أبو طاهر اليوم عم نشوف شوكت شوكت سريوة صحيح عندهم مجموعة من اللاعبين مجموعة جيدة الزهراوي شوفنا التألق بالمباراة والكراني سجل هدف حلو عم نشوف اليوم تألق طبع في راسي الباية الظاهير العصري اليوم اللي عم يفوت صوار من الخطوط أو من العنق وبالتالي فريق الوحدات اليوم أيضاً بعد حالة الانسجام اللي نقول خليها ستين أو سبعين بنيين بالزرط بدأت ستين أو سبعين بنيين الزهر نشوف فريق اليوم متطور وفريق حديث يعني تعتقد الوحدات مبادر أم الفيصل مبادر هيك أشكل كل الفريقين رح يبادروا كابتين كل الفريقين مطالب الفوز وكل جمهور الفريقين لا يرضغب إلا بالأداء ممتعين يعني تعتقد أنه الآن الوحدات الضغط صار عليه أعلى شوي عما قبل مع ارتفاع مستوى الفريق وجمهور شاف الفريق بدأ ينضج أكثر تماما كابتين أنا ما مقصد أنه يبدأ من أول دقيقة مهاجم لا لا أنا بكسوتي ولكن استراتيجية المباراة يعني إحنا شو نقول استراتيجية المباراة تكتيكات المباراة المتبعة هنا في مدرب يتبع تكتيك كل عش دائق ربع الساعة في مدرب كل شوت في مدرب كل نص ساعة مختلف العقل فأنا بقول استراتيجية المباراة تكتيك المباراة يقتضي أنه كل الفريقين يسعى للفوز طيب كابتين بأريحية وبدون يعني تشنج عادي هيك بأريحية شو بتعتقد نتيجة المباراة بكرة هيك أتوقعك أنت على ضوء ما شاهدت وتشاهد في الفترة الماضية بالأمنية ما بقدر أقول لك شو أنا شو لا الأمنية أنا ملناش بالاقة بالمنطق والله هي بصعب صعب بالمنطق كما صعب صعب كابتين صعب بعد ما شفنا ببطول القدس والكرامي صعب أنك اليوم تتنبأ بارة وحدات وفيصل اليوم دور الجمهورين دور كبير وحدات اليوم وحدات يعني جمهور الوحدات جمهور رائع جمهور فيصل جمهور عظيم يعني جمهور الفريقين يعني والله حلو المباراة بوجود الجمهورين والله ما في أعزر لللاعبين إلا نشوف مستوى راقي جمهور الفريقين حلو 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 بيشجع بحماس بيشجع بيعطيك طابع حلو بيعطي طابع حلو للكرى الأردنية فبالتالي اليوم نحن نتمنى كلا الفريقين يرتقل هذا الجمهور يعني أرجونا مستوى حلو يعني مجوز أرضية الملعب مش المطلوبة أكيد مش العشب السلي أما بس كلا الفريقين لازم نشوف أعلى مستوى وأعلى رقي فني موجود عند كلا اللاعبين وكلا المدربين